بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعنعداءهم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل عدنا إليكم بعد انقطاعه في شهر رمضان المبارك رحبوا معي بضيفي الكريم سماحة سيد مناف الجزائري حياكم الله سيدنا العزيز سعد الله أيامكم الله يحفظكم وسلمكم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وأنتم بألف خير إن شاء الله سيدنا عزيز أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى اللهم أمين يا رب العالمين وحياكم الله وبياكم سيدنا العزيز الله يحفظكم نذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة بالإمكان إرسال رسالة نصية عبر الواتساب إن شاء الله وراح يوصل سؤالكم إن شاء الله بالنهاية إلى سماحة السيد ونجاوب عليها نبدأ سيدنا إن شاء الله سئلتنا لهذا اليوم وهذه الحلقة سؤال من الأخت أم أحمد من محافظة الناصرية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري خمسين عام عندي هشاشة بالإظام وروماتيز والتهاب بالأعصاب جداً أتأذى من أصلي وجاي أصلي على كرسي يعني مخلية للكرسي خاص بالصلاة وجاي الصلي عليه تقول لي بس أنا أطلع وأمشي وأتسوق بالسوق ولكن بالصلاة أجلس على الكرسي هل أستمر بصلاتي على الكرسي أم لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد بالحقيقة سؤال جداً وجيه وكثير من الناس يسئلون هذا السؤال والبعض أنه مفتلي بهذه القضية قضية الصلاة من جلوس تعتمد على قدرة الشخص كما أنه شرائط التكليف العامة شرائط التكليف العامة اللي هي العقل والبلوغ والقدرة على إتيان العمل أو العبادة أو الفريضة نعم القدرة إذا كان الشخص هو قادر على أنه يأتي بالصلاة من قيام فيجب عليه أن يصلي من قيام أما إذا لا هو يدرب نفسه ما يقدر ممكن أنه يمشي يتسوق ينتقل من مكان إلى مكان على قدمه ما عنده مشكلة ولكن عندما يأتي إلى الصلاة في قضية الركوع والسجود يلاقي ماذا صعوبة أحسنت وأذن في بدنه فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها فما فيه إشكال بأن يصلي من جلوس إذا كانت تتأذى بالقيام أحسنت وهل يجوز أن نحدد لمن نعطيه الخمس نحدد له ما يشتريه به مثلا نقول له إصرفه في شراء الملابس فقط يعني من أنطي خمس أقول أشتري ملابس بس أو أشتري أكل بس يجوز هذا الشيء سيدنا أو لا لا طبعا طبعا هو الخمس مختص بالسادة أبناء الرسول أحسنت نعم طبعا أيضا أننا مفصلنا هذه القضية قضية الخمس الخمس ينقسم إلى قسمين نعم نفس الخمس ينقسم إلى قسمين قسم إلى يعني نصف المبلغ يكون سهم السادة الفقراء والنصف الآخر سهم الإمام سلام الله عليه سلام الله عليه وهذا سهم الإمام يروح إلى نائب الإمام وتصرف في سبيل الله في قضاء حوائج الناس العامة الأمور العامة في سبيل الله أي أمور يكون بها مصلحة للمسلمين فهذا السهم السادة الفقراء يعطى إليهم إذا أعطيت للسيد الفقير الخمس بعد ما يحق لك بأن أنت تشرط عليه نعم بأن تشتري به كذا أو كذا هو امتلك بعد حسنتم عندما تملك يكون من من حقه بأنه يشتري به شنو اللي يحتاجه ما يحق لك بأنه تحدد لأبدا أحسنتم سمحت سيد بارك الله الرمضان العام شنو اللي علي أسوي هل علي قضاء أو ما شابه ذلك سيدنا هذا الشق الأول من سؤالها الشق الثاني أيضا تقول أختي مريضة تمرضت عشر رمضان صامت وعشرين رمضان فطرت وما صامت بدون استشارة طبيب يعني فطرت من نفسها نعم أيضا ما استشارت الطبيب بذلك الأمر أخة نور من محافظة واسط نعم الله يحفظه إن شاء الله بالنسبة إلى الفرع الأول نعم تقول أنا طالبة وما صمت بشهر رمضان نعم حسن سبب عدم صيامها ما هو سبب عدم صيامها لأنها طالبة وتدرس و الصعوبة عليها الصيام هذا أمر أمر آخر لا أنه كان عندها إلا أخرى نعم مرض أو ما شاكل طبعا إذا كانت فقط الدراسة محظة الدراسة هذا ما يصير سبب شرعي افطار متعمد هذا يعتبر أما إذا لا واقعا هي عندها إلا أخرى مثلا مرض أو كذا يصير عندها يعني ضعف في بدنها لا يطاق لا طاقة لها مع أنها تذهب إلى الجامعة أو إلى المدرسة وتصوم ما يطابقا هذا ليسبب بالهفد علة بحيث يصير عندها ضعف في بدنها لا طاقة لها على الصيام نعم هذه فقط عليها القضاء أما إذا كانت لا ما عندها علة أخرى يسبب عدم صيامها يعني ما عندها حجة شرعية على عدم صيامها فيجب عليها القضاء والكفارة أحسنتم نعم يعني مجرد أنه أنا كونا أدرس في الجامعة أو في المدرسة أو كذا أنا يحق لي أن أفطر لا هذا بعض كثير من الناس يعني لأنه يدرس لأنه يذهب إلى العمل لأنه كذا كذا هو يفطر من كيف هذا يستهانه بالدين حقيقة ما يصير إلا إذا كان واقعا لا طاقة له على الصيام جميل بحيث يسبب له ضعف في بدنه يسبب يزياد في مرض عنده معين ويزداد مرضه مشاكل من هذه الأعذار الشرعية أما فقط مجرد الدراسة لا ما يجوز لأنه يفطر فيصير متعمد أفطر متعمد فيصير يجب عليه القضاء والكفار أما إذا كان له علة شرعية وبسبب تلك العلة شرعية أفطر ولم يصوم شهر رمضان فيجب عليه القضاء فقط أحسنتم سيدنا الشق الثاني من السؤال تقول أختي تمرضت بعشر رمضان وصامت وفطرة بدون استشارة الطبيب فشن حكمه هو حتى الروايات عن أهل البيت عليهم السلام يصرحون بهذا الأمر بأن الإنسان هو طبيب نفسه مضمون الروايات إذا واقعا أنه إنسان يحس بنفسه بأنه يتمرض أو عند مرض وبسبب الصيام يزداد مرضه أو تطول مدة المرض ما تأذا صام هذا يصير عذر شرعي ويجوز له أن يفضر فلا يجوز له أن يصوم يصوم أحسنتم فما في إشكال بأنه تقضي فقط عليه القضاء إن شاء الله أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم أيضا سؤال من الأخت بنين من الحلة محافظة بابل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا أنا فاتتني صلاة وصيام وأريد أقضل علي كيفية القضاء سيدنا نعم بالنسبة للصيام بالنسبة للصيام بأنه إذا تعرف كم سنة فاتها صيام وما هو سبب عدم صيام هل هو كان عن عامد أو عن عذر زين فإذا كان عن عامد يجب عليها القضاء والكفار كم سنة وفاتها نعم سنة تقضي شهر رمضان شهر واحد وإذا كان عن عامد عدم صيامها عن عامد أيضا عليها الكفارة نعم وإذا كانت السنوات متعددة نفس الحال لكن بعض الأوقات يقول الكفارة لا طاقة لي على استخراج الكفارة حسنتم بمقدار الكفارة لأن الكفارة إما أطعام ستين مسكين وإما مقابل كل يوم نعم الذي يفطر متعمدا في شهر رمضان بدل كل يوم من هذه الأيام إما أن يطعم ستين مسكين وإما أن يصوم شهرين متتابعين نعم بدل كل يوم سيقول أنا ما أقدر لا طاقة لي على هذا الأمر لا على الصدقة الستين فقير ولا أطعام ستين مسكين ولا الصيام شهرين مقابل كل يوم بمقدار ما يستطيع يطلع يطلع بمقدار يقول هذا المقدار هم ما أقدر يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه وإن شاء الله هو الغفور الرحيم أحسنتم هذا بالنسبة إلى الصيام الصيام أما الصلاة الصلاة نفس الحالة بأنه إذا كان فواتها للصلاة تعرف أيضا مقدار هجقد تعرف كم سنة طبعا تقضي وبداية إنسان مثلا في بداية بلوغة فات سنة سنتين في بداية بلوغة ما صلى يعرف مقدار هجقد نعم كم يوم كم أسبوع كم شهر محدد عنده يعرف فيبدي من صلاة الظهر لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وآله هي صلاة الظهر يبدي من صلاة الظهر كل يوم هكذا صلاة الظهر ثم العصور ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح وهكذا باليوم ممكن يقدر يقضي شهر كامل في يوم واحد زين وإذا لا كان ما تدري إجهد هي مطلوبة سنة سنتين ثلاثة ما تدري ما تعرف فتصلي إلى أن يحصل لها الأطمئنان تصلي إلى أن يحصل لها الأطمئنان هذه صورة صورة أخرى إذا كان عدها شك بين أنها مطلوبة شهر أو شهرين يعني بين الأقل والأكثر نعم قضاءها للأقل هو قدر المتيقن تقضي الأقل الشهر هذا قدر متيقن سما زاد على شهر إذا تريد تقضيم باب الاستحباب وليس باب الوجوب حسنتم سيدنا بارك الله فيكم أخير سؤال قبل الفاصل سيدنا أيضا سؤال من الأخ أبو فاطمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل يومين صار أدنى حادث وأطفالي اثنين تأثروا بالحادث سويت لهم الإجراءات الطبية الكاملة الحمد لله ما بيهم شي خطر بس كدمات بسيطة على أجسادهم السؤال هنا سيدنا هل يجوز أخذ نفقات الطبيب من صاحب الحادث يعني المتسبب الحادث وهو الآن في السجن أو التنازل عن القضية بدون مقابل نعم طبعا إذا كان هو المسبب لهذا الشخص السائق للسيارة وغيره هو المسبب في يعني أذية هؤلاء الأطفال أو كذا يجوز أخذ الإجراءات إجراءات الطبيب ومشاكل والأتعاب التي تسبب هذا الحادث صار عليهم يجوز ولكن الأفضل إجراء المصالحة مصالحة بيناتهم بحيث يكون إرضاء العفو عند المقدرة يصير إرضاء بين الطرفين يشوفون حالته إذا كان مستطيع أنه ينفق عليهم إذا ما كان مستطيع وأن تعفوه فهو خير لكم حسنتم بارك الله بكم سماحة سيد نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمتكم أحبائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وأهلنا مرحبا بكم وبرنامج توضيح المسائل حياكم الله سماحة سيد مرة أخرى وأهلنا مرحبا بكم نكمل سئلتنا سماحة سيد سؤال من الأخت استبرق من محافظة النجف الأشرف تقول أنا ما صايمة وقت البلوغ بيني وما بين الله لم أعلم الصوم واجب يعني ما تدري ما معلمينها أنه الصوم واجب وهسا أدركنا شهر رمضان شنو أعمل بالضبط طبعا الأخت سألتنا قبل شهر رمضان السؤال سيدنا نعم نعم قضية الصيام كما بينا بالمسألة السابقة نعم وجوبها سواء علم المكلف به وجوب الصيام علم المكلف لم يعلم هو واجب نعم ولكن الآن عدم الصيام عند البلوغ كان عن جهل نعم نعم فيجب عليها القضاء يجب عليها القضاء حسا الكفارة بأنها هل تعتبر متعمدة أم لا ولكن القضاء الثبت عليها تقضي ذلك الشهر الذي فاتها وبأي وقت يعني بأي وقت اللي يلزمها تصير لها فرصة تقضي ذلك الشهر اللي فاتها أو مثلا أكثر من شهر فاتها بسنين البلوغ أما بالنسبة إلى الكفارة بعض العلماء بعض العلماء يقول لي أنها لم تكن عالمة جاهلة بذلك الحكوم كفارة مواجب عليها ولكن البعض الآخر يقول لا عبرة في قضية لأنها جهلها جهلها ليس مبرئ فيجب عليها القضاء أما الكفارة فتستغفر رب العالمين إن شاء الله هو يتوب عليها ويغفر اللهم آمين يا رب العالمين سؤال من الأخ مهدي من محافظة ميسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت أموال قيمتها ستة الاف دينار عراقي خالية من أي علامة دل على صاحبها وسألت عليها فلم أجد صاحبها ماذا أصنع بهذه الأموال رئيس سيد السيستاني لو سمحتم طبعا هذه مسألة مشهورة بين توقها مسألة اللقطة يعني أي أموال أنا أجدها زين في مكان معين وآخذها التقطها المشهور إذا كان أقل من الدرهم الشرعي الدرهم الشرعي يعني لأنه كان من الفضة نعم الدرهم الشرعي لا أعرف أنا الآن في بلادهم قيمته لازم يسئلون من أهل الخبرة الذهب والفضة يسئلون بأنه الدرهم الشرعي تسعر الآن نعم يصير مثقال من الفضة مثقال من الفضة تسعر الآن إذا كان أقل قطعا هذه ستة آلاف أقل إذا كان أقل من الدرهم الشرعي يجوز له التصرف بها نعم يتصدق بها عن صاحبها على فقير هو إذا كان محتاج هذا اللي لقاها هو كان محتاج فقير يأخذها ويتصرف بها جائز ويبعث ثوابها إلى صاحبها أما إذا كان أزيد من الدرهم الشرعي لا يجب عليه طيلة سنة كاملة أن يعلن في ذلك المكان الذي وجد فيه تلك الأموال وفي الأسبوع الأول أن يعلن يومية في الأسبوع الثاني بين يوم ويوم وهكذا إلى سنة كاملة إن لم يأتي صاحب هذه الأموال ويطالب بها بعد ذلك يذهب إلى الحاكم الشرعي بهذه الأموال يقول أنا هذه الأموال لقيت فهو يتصرف بها حاكم الشرعي حسنتم نعم بارك الله بكم سيدنا أيضا أحد الأخوة الكرام من الأهواز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الشيخ كاظم السلامي من الأهواز السؤال كثرة من الناس يسألون عن دم السمكة والدجاج هل هو طاهر أم لا ويقول أيضا أحب أن أبلغ سلامي لك ولسماحة السيد حفظه الله الأخ الشيخ كاظم السلامي من الأهواز الله يحفظكم عليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ويحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أمين ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في كل المجالات اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين نعم دم الدجاج ودم السمك دم الدجاج ودم السمك نوعين لأن الحيوانات تنقسم إلى قسمين الحيوانات عندنا حيوانات ذوات نفس سائلة وعندنا حيوانات غير النفس السائلة نعم النفس السائلة يعني عندما تذبح يجري الدم يعني من الأوداج عندما تقطع عند الذبح يسيل الدم بدفق مثل الذبيحة مثل الإبل البقر الغنم والدواجن الطيور الدجاج ومشاكل من أنواعها عندما تذبحها تقطع الأوداج يسيل الدم يسمون ذو نفس سائلة هذه الحيوانات ذوات الأنفس السائلة هذا الدم مالتها نجس حسن ويحرم أكله و هذا عندما يطلع برا هم نجس وهم حرام حسن الدم لكن داخل الذبيحة هذا الدم يبقى داخل الذبيحة يستحب أنه عندما تذبح الذبيحة أنه تعلق حتى هذا الدم اللي بداخلها كله ينزل لذلك يشوف القصابين جزام الله ويقول أطهرها يعلقها حتى شنو ما دم داخلها ينزل الدم اللي يبقى مونجس داخل الذبيحة ولكن أكله وحرام حسنتم فلذلك عندما قبل الطبخ يغسل بالماء تمام حتى يتنظف وبعدين يطبخ أما دم السمك زين دم السمك لا السمك ليس من الحيوانات اللي هي ذات نفس سائلة يعني عندما تذبحها عندما تقصها الدم الدم ما يسير بدفق فهذا الدم طاهر حسنتم زين ولكن هسا أنا يصير أصل بهذا الدم مثلا أنا شخص يقول أنا أشتغل بالسماكة زين في محل يبع به السمك وكذا وينظفون به السمك فملابسه يصير بها من هذا الدم نعم يصير أصلي بهذا الدم دم السمك لا أبد الملابسي هو يصير ولكن على كراها حسنتم يعني عندما أريد أصلي لازم بأطيب ما يكون من الملابس بأنظف ما يكون من الملابس بدن المصلي لباس المصلي يكون بأحسن مستوى لكن بعض الأوقات لا يقول أنا مضطر لأن إذا ما أصلي بهذا وتوقيت هو يصير قضاء فعند الإضطرار لا مجال إلى ذلك حتى كراها بعد وكل مكروه جائز حسنتم سعيد طيب الله أفاسكم بارك الله فيكم أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل يجوز قراءة القرآن على السرير وأنا نائمة أم لا نعم هو طبعا قراءة القرآن لها آداب لها آداب و من كمال القراءة قراءة القرآن أن تراعى آداب تلك التلاوة أن تراعى آداب الكتاب الكريم القرآن المجيد واحد إنسان عندما يريد يقرأ عندما يأخذ المصحف هذا كتاب مو كتاب عادي كتاب مقدس هذا كلام الله عز وجل فلازم أحترم بأعلى درجة بالإحترام جميل بحيث أنه لا يسبب أي إهانة للقرآن إذا سامعين مشاهدين الكرام إذا سامعين بقضية بشر الحافي بشر الحافي عندما تاب على يد الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم عليه شنو كان سبب توبته نعم وتوفيقه وعلو درجته ومقامه لأنه احترم القرآن ماشاء الله مع ما أنه كان نعوذ بالله كان مرتكب لكثير من الذنوب والمعاصي ومعاصي يوم من الأيام كان يمشي ورأى ورقة ساقطة على الأرض رفعها وإذا بها مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكانت تحت أقدام الناس الناس ما يلتفتون إلها كان يدوشون عليها فهو أخذها نظفها وراح لل بائع العطور اشترأ أحسن عطور وأغلى عطور نعم عطرها وطبقها نزين وخلاها بمكان محفوظة يعني نعم ترم هذه فبالليل هو نائم سمع منادي ينادي يا بشر طحرت اسمي لأطحرن اسمك في الدنيا والآخر ما شاء الله ما شاء الله اللي الله سبحانه وتعالى أكرمه فالقرآن الكريم لجب أن يحترم حسن مرة أنا مستلقي مو قصدي الإهانة أو كذا ولكنني تعبان وأقرأ القرآن بإحترام ومراعاة لكرامة القرآن وقداسة القرآن ما في إشكال حسنتم فحسب الشخص بعض الأوقات أنا الوحدي ما حد يمي بحيث أنه يشوفني ويفكر علي غير فكرة يقول هذا مثلا ليش ما قاعد يحترم القرآن لا الوحدي والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب وما هي نيتي ومرة لا والله في جمع وكل من يشوفني يقول شنو هذا نعم راح يعني يستنقد عملي هذا فكل واحد موضعه شوف الموضع اللي هو يقرأ بي بأي كيفية وفي أي مكان بأي ظرف لجب أن تراعى آداب القرآن حسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم أيضا هناك سؤال من إحدى الأخوات لخة مريم من إيران تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متزوج شخص لا يصلي ولا يصوم ماذا أفعل يعني حقيقة هذه مشكلة كبيرة ولكن على الإنسان بالطرفين نعم أكو كثير من من الرجال أيضا يعانون من هذه المشكلة بالنسبة إلى زوجاتهم يقول زوجتي ما أصلي ولا أصوم نعم وكذلك العكس مثل ما أخذنا الآن تسأل وظيفة كل إنسان الأمر بالمعروف لأنه الصلاة من أفضل مصاديق المعروف الأمر بالمعروف أنه أنا أأمر بالمعروف أأمر بالصلاة بأداء الصلاة ولكن بشرائطها بأسلوبها بكذا مرة أنه الزوجة تريد تأمر زوجها لكن بأي كيفية أمرها بأي أسلوب أمرها حتى يأخذ كلامها فأداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الشرائط وبأسلوب لي بأسلوب يليق بالطرف المقابل أنت أديت تكليفك أديت تكليفك هذه المرأة قالت الزوجها بأسلوب طيب كذا حسب الشرائط التي الله سبحانه وتعالى بينا على لسان النبي صلى الله عليه وآله ولسان الأئمة صلى الله عليه وسلامه عليه مجمعين والحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيت منكرا فرده بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك نعم يعني بالتدريج يعني لازم تبين استنكارك لهذا العمل ولكن بأسلوب يليق بذلك الطرف حتى يأخذ كلامك وشوي شوي هو يعمل بذلك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا أديت تكليفك ما عليك بعد شيء حسنتم وظيفتك أنه أنت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا الطرف المقابل ما أخذ كلامك أنت أديت أنت مماثوم الزوجة مماثومة إذا كانت مستنكرة لهذا العمل مستنكرة لهذا الفعيل مقابلة على زوجها ما تطيعها ما تتساعدها على هذا العمل هي أدية تكليفها أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم بارك الله فيكم حلقتنا انتهت إن شاء الله لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله لأسبوع القادم وهو أسئلة لأحدنا كثيرة حقيقة جتنا بانتظار الأجوب إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظكم وحاكم سيدنا العزيز نعم أحبائي المشاهدين مشاهدة قناة الإمام المهدي الفضائي هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل ألتقيكم في حلقة قادمة تقبل وتحياتي أنا حسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين أحبائي المشاهدين أحبائي المشاهدين ترجمة نانسي قنقر